اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعتمد على اللاعب بنفسها انهى نادي الوداد الرياضي اجراء التعاقد مع اللاعب الليبي الدولي حمد الهوني في مساء امس الخميس ووفقا للمصادر الموتوقة تم التوصل الى اتفاق بين اللاعب الوداد بشأن جميع الجوانب العقد وبما في ذلك المدة والقيمة المالية حيث من المتوقع ان يعلن النادي الوداد الرياضي في الساعة القادمة عن اندمام الهوني لصفف الفريق ليكون هذا الاعلان خاتما لسلسلة الاجراءات اللي تمل اتمام هذه الصفقة تتزايد سرعة تداول اخبار حول اصابة الحارس النادي ريال مضرد اسباني اللاعب البلجيكي تيبو كورتوى بعد اصابة تتضمن التوى حاد والتي ستطلب اجراءات جراحية وفي دل هذه الظروف تعمل ادارة النادي بناشطة على البحث عن بادي المناسب لكورتوى الذي كان المتوقع يبه لفترة تقدر بموسم كامل وبحسب التقارير نشرتها صحيفة مارك الاسبانية يبدو ان الحارس المغربي ياسين بونو حارس اشبيل اسباني قد اصبح الخيار الامتل لتعود غياب تيبو كورتوى ويذكر ان بونو كان مرتبطا ايضا باخبار تقربه في فريق بير ميونيخ الالمانية لكنه الان يظهر كاحد الخيارات البارزة لتولي مركز حراسة المرمى في نادي ريال مضرد ومن الممكن ان تكون ادارة النادي قد بدأت بالفعل في التواصل مع نظيرها اشبيلية لاستطلاء امكانية انتقال بونو الى صفوف النادي الملكي وتزيز دفاعاته بموهبته في حراسة المرمى لم يتضح بعد ان كان الوليد جديرا سيكون ضمن لائحة فريق بيري خلال الموسم الجديد ام انه سينتقل لفريق اخر في البطول السري ا لكن ما هو واضح حتى الان هو ان ادارة بيري ترفض فكات اعارة اللاعب وتصريحه على بيع عقده بعد العروض التي تلقاها حتى الان وحسب لغزيتة للسبورت فقد تقدم كل من سيليزينتاو وهلاس في رينا وهما من اندية القسم الايطالي الاول السري ا بطلب التعاقد مع اشديرا خلال هد الصيف على سبيل اعارة لكن نادي بيري رفض فكرها بشكل قاطع وتشير ذات المصحيفة الى ان بيري يرغب في تسريع عملية بيع عقد وليت ديرا حتى يتمكن من التعاقد مع مهجي من اثنين في اقتراب وقتعزيز خطه الهجومي ويبقى وضع شديرا مع نادي بيري غامضا في انتظار ما ستكشف عنه الايام القادمة جوج اللاعب المغربي المحترف في صفوف نادي العيل الاماراتي لكورة القدم سوفيان رحيمي بافضل جائزة لاعب في حفل جوائز الرابطة المحترفين لموسم 2023-2022 وجاء تتويج سوفيان رحيمي بجائزة مذكورة بعد اختيار من طرف الجماهير في استفتاء اطلقته رابطة المحترفين الدول الاماراتي وجاء تتويج رحيمي بعد المنافسة القوية من كل من لاباكودو وزميله في العين ولاعب نادي بركان السابق بالاضافة الى فابيوليمة للاعب الوصل ليكون الحاسم الرحيمي يبي توصل الجمهور ويحتفظ باللقاب الذين له المغربي الماضي ايضا وعبر نجم نادي العين الاماراتي عن سعادتي بهذه الجائزة وتقدم بالشكر الجزير للجماهير وكل هذه الجائزة لزملائه في الفريق من اللاعبين وإدارة على دعمهم الكامل لمنظر التحاق بالنادي وسأبدو لقصار جهدي لتقدم الأفضل كما أهدي اللقاب الإسرتي التي تساندوني باستمرار وي مناسبة سعيدة تتسامن مع قدوم مولودي الجديد تحدث مدرب نادي بلد الولي الإسباني بيزولانو عن مستقبل لاعبه الدولي المغربي سلم أملاحة مؤكدا أنه لن يعيق صفقة انتقاله المرتقبة إلى فرنسيا خلال أمريكاة الصيفية وقال بيزولانو في تصريح صحفي موضوع انتقال أملاحة يعتمد على اللاعب نفسه لديه شر جزائي في عقدها وقامت صحيفة إليزيس مارك الإسبانية قد أشرت إلى أن فرنسيا وبلد الولي اتفقوا على جميع التفاصيل خاصة بانتقال سليم أملاح إلى النادي البرتغالية وأنه لم يتبقى على الإعلان الرسمي عن الصفقة سوى توقيع العقود وأوضح الدات لمصادر أن سبب تأخر انتقال أملاح إلى فريق الجديد يعود إلى عدم من توقيع الملك النادي فرنسيا بيرتريم ليم حتى الآن على بون التعاقد مع الدول المغربي أملاح ويوصر إلى أن بلد الوليد سيدشن مشواره في الدور درجة تاني إسباني اليوم الجمعة في الساعة الثامنة من نسب جوقيت غينيتش بمواجهة ضيفه سبورتينغ خيخون شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الشراكة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار مغربية ترجمة نانسي قنقر شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة